اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في الدرس الخامس عشر من الوحدة السادسة مع ورقة ورقة بن نوفل مع ورقة بن نوفل ما معنى مع ورقة بن نوفل يا بنات bersama ورقة بن نوفل نعم الكلمات الجديدة استمعنا يا بنات استمعنا واهتمنا بالدروس واكتبنا النقط المهمة الكلمات الجديدة رَجَفَيَرْجُفُ رَجَفَيَرْجُفُ معنى رَجَفَيَرْجُفُ ماذا برغتار ضَعِيفٌ تعرفنا معنى ضَعِيفٌ ضِدُّ قَوِيٌّ مُحَمَّدٌ قَوِيٌّ وَلَكِنَّ أَخُوهُ وَلَكِنَّ أَخَاهُ ضَعِيفٌ رَحِمْ 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 صلة الرَّحِمْ كَفَّيَكُفُ لِلْبَصَرِ معنى غَدَّا يَغُدُّ غَدَّا يَغُدُّ كَفَّيَكُفُ منُنْدُؤْكَنْ الْوَحِيُ قَامَ يَقُومُ قَامَ يَقُومُ قُمْ أَمَامَ الْفَسْلِيَا فُلَانَةَ قَامَ يَقُومُ معنى وَقَفَيَقِفُ قَصَّى يَقُصُ قِصَّةً أَنَا أَقُصُ لَكِ قِصَّةً نَعَمْ أَقُصُ قَصَّى يَقُصُ قِصَّةً قَصَّى يَقُصُ معنى يَقُصُ الشَّيءِ عن سيرة النبوي مثلاً هو مُرَدِفُهُ حَكَى يَحْكِي حَكَى يَحْكِي قَصَّى يَقُصُ أَخْزَى يُخْزِي أَخْزَى يُخْزِي معنه يَحْتَقَرَ يَحْتَقِرُ mempermalukan menghina Almalak Jibril Malakun نعم قوم نحن نقول قوم قوم قوماني أقوام أدرك يدرك أدرك يدرك معنه أه menyadari mungkin تقولين menyadari أم تجدين الشيء أمامك ورأك أمامك أكسابا يكسب أكسابا يكسب menghasilkan نصرا ينسرو ساعدا يساعد ساعديني انسوريني نصرا ينسرو تعباد يتعباد تعباد يتعباد يتعباد لله للعبادة وصلا يسلو sampai لكن هنا نقول وصلا يسلو menyambung rahim menyambung silah silah arrahim وصلا يسلو menyambung abadan daiman استمرار abadan نعم مع ورقة بن نوفل بعد أن نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعباد خلال صلى الله صلى الله عليه وسلم في غر حرا يخاف يخاف يرجف وَقَسْلَهُ صلى الله عليه وسلم على خديجه ما رآه ما رآه ما رآه في الغار وما سمعه في الغار وقال لها وقال النبي صلى الله عليه وسلم لخديجه لقد خشيت على نفسي أنا أخاف يا خديجه يا زوجتي أخاف على نفسي فقالت له خديجه وماذا قالت زوجة الصالحة قالت له خديجه والله ما يخزيك الله أبدا والله يا محمد والله زوجي ما يخزيك الله أبدا الله سبحانه وتعالى tidak akan pernah menghinamu أبدا selamanya لماذا لأنك لتصل الرحيم أنتا تصل الرحيم وتساعد الضعيف وتنصر الضعيف وتuksib الفقير ثم قامت خديجه وذهبت معه وذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبن 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 خديجه أبدا خديجه أبدا 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 فقال ورقة بن نوفل يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما رآه في الغار وبما سمعه في الغار يوم أن كان يتعبد وهو في الغار فقال له ورقة قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل مثلا أتاني جبريل فقال اقرأ وقلت ما أنا بقاري فقال له ورقة هذا هو الملك الذي أنزله الله على موسى يا رسول الله الذي يأتيك في الغار هو الملك dialah ملك الذي أنزله الله yang Allah سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى kepada موسى لَيْتَنِ أَكُونُ حَيَّنْ إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمَكَ seandainya aku masih hidup ketika engkau dihutus maka dia akan mengikuti Nabi صلى الله عليه وسلم mengikuti agama Nabi صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُوا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُوا وَرَقَةَ بِنَ نَوْفَلْ وَرَقَةَ بِنَ نَوْفَلْ هَلْ سَيُخْرِجُهُ النَّاسُ مِنْ بَلَدِهِ هَلْ سَيُخْرِجُهُ النَّاسُ مِنْ بَلَدِهِ يَا وَرَقَةَ بِنَ نَوْفَلْ إِذَا كُلْتَ إن كُلْتَ هَذَا الَّذِي هَذَا الْمَلَكُ الَّذِي يَأْتِينِ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَهُ اللَّهُ عَلَى مُوسَى وَهَلْ بَأْ سَيُخْرِجُهُ النَّاسِ مِنْ بَلَدِهِ بِهَذَ الدِّنْ سَيُخْرِجُ النَّاسَ مِنْ بَلَدِهِ سَيُخْرِجُنِ النَّاسَ نَاسُ مِنْ بَلَدِهِ قَالَ وَرَقَهْ نَعْمُ Apakah dengan agama ini akan terjadi Orang-orang masyarakat akan mengeluarkanku dari negeriku فَقَالَ وَرَقَهْ نَعْمُ وَإِنْ يُدْرِكْنِ يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَسْرٌ عَظِيمًا Dan apabila فَقَالَ وَرَقَهْ إِبْنُ نَوْفَلْ Dan apabila hal itu terjadi Dan aku masih hidup Di hari engkau diutus menjadi Rasul Maka aku akan menolongmu Dengan sebenar-benarnya pertolongan ثُمَّ لَمْ يَمْدِي وَقْتٌ طَوِيلٌ حَتَّى تُوْفِيَ وَرَقَةُ بْنُنَوْفَلْ وَلَكِنْ قَدَرُ اللَّهُ وَمَشَاءَ فَعَلْ لَمْ يَمْدِي وَقْتٌ طَوِيلٌ بَعْدَاً قَصَ النَّبِي صَلَّ اللَّهُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمْ حَالَهُ وَمَاذَا حَصَلَ عَلَيْهِ مَاتَ وَتُوْفِيَ وَرَقَةَ بْنِ نَوْفَلْ تَدْرِبَات إِذَنْ وَرَقَةِ بْنُنَوْفَلْ تُوْفِيَ قَبْلَ مَا بَعَثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمًا نَعْمْ نَخْتُو إِلَى التَدْرِبَاتِ التَدْرِبُ الْأَوَّلْ أَجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَ الْآتِيَ أنتِ تُجِبِينَ عَنْ هَذِهِ الْأَسْئِلَ الْأَوْتِيَ حَسْبَ النَّاسِ السَّبِقُ رَقْمُ الْأَوَّلْ أَيْنَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمًا يَتَعَبَّدُ عِنْدَمَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحِي أين يتعبد النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزل عليه الوحي يتعبد الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أو عندما نزل عليه الوحي في غار حراء في غار حراء رقم الثاني كيف كانت حالته كيف كانت حالة النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى زوجته خديجه كان يرجف ويخاف يرجف ويخاف bergetar saking ketakutannya يرجف ويخاف وماذا قص عليها وماذا قص النبي صلى الله عليه وسلم على خديجه وماذا قال لها قال النبي صلى الله عليه وسلم لخديجه ماذا رأيتو كذا وسمعتو كذا وقد خشيت على نفسيا خديجه فقالتله خديجه ماذا والله والله يا محمد ما يخزيك الله أبدا الله سبحانه وتعالى وَهَي محمد تِدَا أَكَنْ مَنْهِنَامُ أَبَدًا سَلَمَنْهِ لماذا لِأَنَّكَ لَتَسِلُ الرَّحِيمُ أنتا تَسِلُ الرَّحِيمُ وَتُسَاعدُ الدَّعِيفُ وَتُكْسِبُ الْفَقِيرُ ما شاء الله يَعْبُدُ اللَّهَ ماذا قالت خديجه لِوَرَقَه بعد أن قَصَ عَلَيْهِ قِصَتَه بعد أن قَصَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم ماذا حدث قِصَتَهُ فِي الْغَرْبِ فَقَالَ وَرَقَه ماذا ماذا قال وَرَقَهْ لَهُ لِنَّبِي صلى الله عليه وسلم قَال إِنَّا هَذَا الْمَلَكَ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى وَمَاذَا قَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم لِوَرَقَه حَلْ سَيُخْرِجُهُ النَّاسِ سَيُخْرِجُهُ النَّاسِ مِنْ بَلَدِهِ نَعَمْ هَلْ أَدْرَكَ وَرَقَةُ بِنُنُوْفَ الْإِسْلَامِ لَا لم يدرك وَرَقَةُ بْنُوْفَ الْإِسْلَامِ لِأَنَّهُ مَاذَا توفي قَبْلَ الْإِسْلَامِ قَبْلَ مَجِئِ قَبْلَ بِعْثَةِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم التدريب الثاني اِمْلَئِ الْفَرَغَاتِ فِي الْجُمَلِ الْآتِيَ بِالْكَلِمَةِ الْمُنَاسِبَةِ اِمْلَئِ الْفَرَغَاتِ فِي الْجُمَلِ الْآتِيَةِ بِالْكَلِمَةِ الْمُنَاسِبَةِ نعم رقم الأول أنتُنَّ تَمْلَأْنَ هَذِي الْفَرَغَاتِ بِالْكَلِمَةِ الْمُنَاسِبَةِ رقم الأول نَزَلَ عَلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم نَزَلَ نَزَلَ الْوَحْيُ عَلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم ذَهَبَا النَّبِيُّ إِلَى زَوْجَتِهِ خَدِيجَةِ وَقَصَّ عَلَيْهَا مَا رَآهُ قَالَتْ لَهُ خَدِيجَةِ وَاللَّهُ لَنْ يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا إِنَّكَ لَتَسِلُ الرَّحِمُ وَتُسَاعِدُ الْفَقِيرُ وَتُسَاعِدُ الْضَّعِيفُ وَتَكْسِبُ الْفَقِيرُ كان وَرَقَةُ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى دِينِ عِيسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَام وكان قد كفى بصره قال ورقة هذا هو الملك هذا هو الملك الذي أنزل الله على موسى لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا إِذْ أَخْرِجَ قَوْمُكَ وَإِنْ أُدْرِكُ يَوْمُكَ أَنْصُرُكَ نَصْرًا عَظِيمًا وَإِنْ أُدْرِكُ يَوْمَكَ أَنْصُرُكَ نَصْرًا عَظِيمًا بعدها التدريب الثالث املأ الفراغات في الجمل الآتية باختيار الكلمة المناسبة مما يلي هذه الكلمات أنتنا تناسبناها تضعناها في الفراغ اللائق المناسب رقم الأول في كلمة قصة قوم تُؤذي يَقُمْ أَخْرَجَ يَتَعَبَّدْ يَسِلْ رقم الأول نُقْطَه 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 الْرَجُلْ بِوَاجِبِهِ لَكِئِيُّ تُؤْجِبَانًا قصة bercerita لا يُمْكِن قوم لا يُمْكِن تُؤذي mengganggu لا يُمْكِن يَقُمُ mengerjakan رقم الأول يَقُمُ الرَّجُلْ بِوَاجِبِهِ يَقُمُ الرَّجُلْ بِوَاجِبِهِ رقم الثاني نُقْطَه 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 صَالِحٌ وَرَقَطَنْ مِنْ حَقِبَتِهِ صَالِح صَالِح kertas dari tasnya قصة bercerita لا يُمْكِن قَوْم لا تُؤذي لا يَقُم خَلَاس رقم الأول أَخْرَجَ يُخْرِجُ مَنْ الْوَرْكَ نَعَمْ أَخْرَجَ صَالِحٌ وَرَقَطَنْ مِنْ حَقِبَتِهِ رقم الثالِث فَرَغْ النَّبِيُّ صَالَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَا رَآهُ عَلَى وَرَقَهُ قَصَ النَّبِيُّ صَالَلَّهُ صَالَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَا رَآهُ عَلَى وَرَقَهُ كَانَ كَانَ قَوْمُ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَمْ يَعْبُدُونَ الْأَصْنَامِ كَانَ قَوْمُ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَمْ يَعْبُدُونَ الْأَصْنَامِ لَا تُؤْذِي الْحَيَوَانِ كَانَ مُحَمَّدٌ صَالَلَّهُ يتعبد في غار حراء المؤمن يصل الرحيم المؤمن يصل الرحيم بارك الله فيكم بعدها التدريب الرابع غير ما تحته خط وحافظ على معنى أنتنا لابد أن تغيرنا هذه الكلمة التي تحتها خط ولابد أن تعرف معناها رقم الأول أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم ورقتا بما رأاه أين ما رأاه أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم ورقتا ما رأاه ما رأاه بدون ب يعبدوا بعد نزول الوحي عليه بعد نزول الوحي عليه حدث زوجته خديجة قصة عليه قصة زوجته خديجة كان ورقه على ديني عيسى عليه السلام على ديني موسى عليه السلام ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقه ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقصة وحكا ممكن أن تقول وحكا عليه ما رأاه التدريب الخامس ضع كل مما يأتي في جملة مفيدة أنتنا تأتينا بالجملة مفيدة يا بنات هذا هو المنزل الذي ماذا هذا هو المنزل الذي يا بنا أخي إن تدركني الصلاة ليتني أكون طيب أين هذا هو المنزل الذي ماذا هذا هو المنزل الذي يسكن فيها إبراهيم يا بنا أخي لا ترجع إلى بيتك مثلا إن تدركني الصلاة مصلي مصلي صلاة طويلة مثلا ليتني أكون ماذا نقول ليتني أكون مدرسا مدرس الطلبة جيدا مثلا ضع ما يأتي في جملة مفيدة ها هو أيضا بعد أن تناولت الدواء مثلا قبل أن إلى أن أريد أن تفضلنا يا بنات تضعنا هذه الجملة هذه الكلمات في جملة مفيدة في دفتركم بعدها التدريب السادس وضح وضح معيني الجمل الآتية ما معنى هذه الجمل الآتية كان ورقة قد كف بصره المقصود بكف بصره هو كان ورقة قد غدى بصره غدى بصره والله لا يرى خديجة هو يغد بصر يكف بصره والله ما يخزيك الله أبدا والله الله لن يخزي محمد صلى الله عليه وسلم أبدا إنك لتصل الرحيم لماذا؟ لأنك تصل الرحيم دائمان تكتبنا هنا الوحي هنا أكتبنا الوحي ذهب النبي صلى الله خديجة زوجته في حرف جل كان النبي تعبت في غار حراء ذهبت خديجة إلى ابن أمها ورقة إنك لتصل الرحيم بارك الله فيكم والأخير التدريب الثامن تحدث عن نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وستعين بالآتي أنتنا تتحدثنا عن نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الجملة غار حراء ماذا يفعل في غار حراء وبعد أن نزل الوحي ماذا فعل مع زوجته وأين ذهب ومن ورقه ابن نوفل طيب بارك الله فيكم اكتبناها في الدفتر التدريب الثامن بارك الله فيكم يا بنات إن شاء الله نستمر في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى في الدرس السادس عشر الهاتف هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وصلى ما تسليم كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته